بناي وبناتي الغليين نبدأ اليوم بإذن الله تعالى لقناة لمراجعة مادة الفيزياء حسب وطبقاً للهيكل الوزاري الخاص بالعام الدراسي 2022-2023 فاصل الدراسي الثاني الملف المطروح أمامكم والهيكل هو باللغة الإنجليزية لأننا مدرس في إمارة أبو ظبي ولكن إحنا أثناء حصة المراجعة سيكون الحديث معكم بايولانجوج باللغتين بإذن الله سيتم توضيح أي نقطة كما طرحنا من قبل في حالة وجود أي استفسار يمكنك رفع يدك وإن شاء الله بعد كل جزئية كده نحن نشوفه في الأيد المرفوعة ونجاوب على الأسئلة الخاصة طبقاً للهيكل المحدث من الوزارة الاختبار سيكون عبارة عن ثلاث أجزاء الجزء الأول والثاني هيكون عبارة عن اختبار إلكتروني ودولة عبارة عن ستاشر سؤال ستاشر سؤال multiple choice اختيار من متعدد هيكونوا إلكتروني عن طريق الجلسة على جهاز اللابتوب بتاعكم من استخدام برنامج Swift Assessment هيكون كمان فيه جزء ثاني ورقي هيتم توزيعه مع الاختبار الإلكتروني يعني أنت في بداية الجلسة بتاعتك الجلسة الاختبارية حتستلم الأكسس للدخول للامتحان الإلكتروني وحتستلم الاختبار الورقي في نفس اللحظة لك مطلق الحرية في التعامل مع من فيهم الأول أو ميكس تحل سؤال هنا سؤال هنا برحتك خلص الاختبار الإلكتروني حيكون عبارة عن ستاشر سؤال أما الاختبار الورقي فحيكون عبارة عن أربع أسئلة أساسية وهي أسئلة كتابية يتم حلها في اللي غالب حتكون مسائل بالإضافة إلى سؤالين بونس يعني أنت في الاختبار الورقي حيكون عندك ست أسئلة أربع أساسيين واتنين اللي هم سؤالين البونس الموجودين عندك التوتل حيكون كده مئة وعشرة درجة لأن كل سؤال بخمس درجات سواء السؤال الملطب تشويس أو الاختبار المتعدد الإلكتروني سواء الاختبار الورقي كل سؤال عليه خمس درجات فالمجموعة الكلية حيكون مئة وعشرة ويتم تصحيح المادة من مئة درجة يعني أنت عندك عشر درجات زيادة في حالة الخطأ في الأسئلة الأساسية الوزارة في الهيكل بتاعها غطت العشرين سؤال الأساسيين طيب أسئلة البونس هتكون من نواتج التعلم الأخرى اللي بيغطيها المنهاج بتاعنا طيب هنبدأ بذي ما قلنا الجزء الأول إحنا عندنا الاختبار بتاعنا تلت أجزاء الجزء الأول هو عبارة عن ست أسئلة بتقييس المهارات الأساسية الموجودة لدينا يعني إيه المهارات الأساسية الموجودة لدينا يعني طالب حادي عشر أنت مرت عليك قبل كده قراءة الجراف قراءة الصور قراءة الرسم البياني ومعرفة التفاصيل من خلال الرسم البياني أو العلاقات ما بين المتغيرات في العلاقات الرياضية طيب هذه العلاقات كلها بيتم بناء عليه تمثيلها في صورة أسئلة من الأسئلة الموجودة لدينا في هذا المنهاج ودوله بيغطيهم الأسئلة من واحد إلى ستة بمعنى أن هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة البسيطة السهلة إن شاء الله اللي كلكم إن شاء الله بتجتازوها بسهول عندنا مثلا في السؤال الأول ناتج التعلم الأول بيغطي الجزئية identify that electron volt EV is a kinetic energy that an electron gains when accelerated by an electric potential of one volt ده التعريف الخاص بوحدة الطاقة اللي هي الالكترون volt إن يكون عندك معرفة بهذه الوحدة وحدة الالكترون volt في نفس الوقت هذا الإجزامبل اللي موجود عنده هذا السؤال اللي هو 5.1 مغطى أيضا بناتج التعلم الثاني اللي هو رقم 9 يعني رقم 9 يعني من أسئلة الجزء الثاني اللي هو الخاص بمهارات هذا العام اللي هو بيقول لي apply the relationship between particles kinetic energy mass and speed هذا السؤال سيكون عن العلاقات ما بين المتغيرات اللي هي الـ kinetic energy طاقة الحركة الـ kinetic energy في هذا السكشن نحن اتعرضنا إلى إن kinetic energy هي عبارة عن طاقة اللي هي بنسميها الطاقة الحركية من اسمها طاقة حركية هي طاقة توجد لدى الأجسام المتحركة ايه معنى ذلك؟ معنى ذلك إن أي جسم في الكون في حالة سكون in rest in stationary stop objects كل دي عبارة عن أجسام لها طاقة حركة تساوي صفر يبقى بشكل مبسط جدا إذا ساوت السرعة الصفر if the speed is equal to zero there is no kinetic energy for the object إذا سرعة الجسم كانت تساوي صفر معنى ذلك إن هذا الجسم ليس له طاقة حركة طيب what is the equation of kinetic energy إيه القانون بتاعنا أو العلاقة اللي احنا بنحسبها به اللي هو الكي طبعاً ديك kinetic energy بتساوي half mass نصف الكتلة الجسم مضروبة في مربع السرعة يبقى it is the product the fact of having half of the mass multiplied the square of speed طيب النقطة اللي ممكن نغطيها هنا السؤال اللي هي العلاقة بين الوحدات المختلفة إيه وحدة الكيناتك انرجي الأساسية؟ بتنجيب أي وحدة كما تعلمنا في الفيزياء من خلال الكميات اللي فيها أنا عندي كيناتك انرجي بتساوي نصف الكتلة في مربع السرعة يبقى وحدة الكيناتك انرجي هي وحدة الكتلة مضروبة في وحدة مربع السرعة نعم أه أنت مشاير؟ أه مشاير يبقى أنا عندي هنا احنا قلنا إن كتلة إن وحدة الطاقة حتساوي وحدة المكونات يعني وحدة الكتلة مضروبة في وحدة مربع السرعة يبقى حتنقول الاثنية تساوي الكيلو جرام في المتر لكل ثانية لكل تربيع لما نفك هذه العلاقة سنصل إلى أن إن هي كيلو جرام في متر على ثانية تربيع ودي وحدة من وحدات طاقة الحركة أيضا يمكن أخذ القيمة كيلو جرام في متر على ثانية تربيع اللي هي وحدة النيوتن اللي هي تساوي النيوتن في متر يبقى صارت وحدة طاقة الحركة هي نيوتن في متر واللي هي إحنا بنسميها الجول نسبة إلى العالم جول يبقى أنا عندي هنا فيه ثلاث وحدات لطاقة الحركة إن هي كيلو جرام في متر كل ثانية تربيع أو نيوتن في متر أو جول ممكن نأخذ العلاقة ما بين هذه الوحدات وده اللي بيغطيها السؤال ممكن في أيضا عندي جزء المرتبط بالنتجة التعلم الأول اللي هو تعريف الإلكترون فولت الإلكترون فولت هي وحدة طاقة عبارة عن مقدار طاقة الحركة اللي بيكتسبها الإلكترون لما يتحرك تحت تأثير فرق جهد قيمة 1 فولت فبنقول إن هي بتساوي 1.602 ضرب 10 سالب 19 جول في وحدات أخرى مشابهة اللي هي الكالوري أو الفوت كالوري والميغا تين الميغا تون بيها اللي هي وحدة تفجير خاصة بمادة تفجيرية اللي هي تين تين أو تراي نايترو تلوين زي ما نذكر في الكتاب في السكشن ده كل واحدة فيهم ليها القيمة التالية طيب المثال اللي مذكور عندي هنا اللي موجود في الهيكل بيقول ليه بيقول لي which of the following is a correct unit of energy طبعا زي ما احنا متفقين من الفصل الدراسي الأول إن الأسئلة مش بتجيني زي typical كما هي موجودة في الهيكل مش بيجيني السؤال زي ما هو في الهيكل بالضبط لا اللي بيجيني هو سؤال مشابه للي موجود في الهيكل مع تغيير الكميات يعني هو هنا ممكن يجي يقول لي which of the following is incorrect ويديني ثلاث وحدات صحيحة ويطلب الوحدة الغير صحيحة لكن لو تعاملنا مع السؤال اللي موجود أمامنا which of the following is correct unit of energy طبعا احنا الوحدة اللي هنا اللي هي السي اللي تعرضنا لها مباشرة في الشرح في الصفحة السابقة هي وحدة تطبيق مباشرة طيب لو جينا انتقلنا لناتج التعلم اللي بعده بيقول لي relate the work done by gravitational force and the gravitational potential energy for an object lifted from rest to height H العلاقة ما بين الشغل المبزول بواسطة قوة الجاذبية وطاقة الوضع التثاقلية او تجاذبية لجسم بدأ يتحرك من السكون الى ان وصل الى ارتفاع H هنا العلاقة ببساطة شديدة انا عندي potential energy اللي هي gravitational potential energy قيمتها عنده نقطة محددة حتساوي ايه؟ تساوي كتلة الجسم مضروبة فيه تسارع الجاذبية الارضية اللي هو الجي مضروبة فيه الارتفاع اللي حيصل اليه هذا الجسم اللي هو بنقول عليه الواي لانه احنا في نواي دي منشف طيب في هذه الحالة الجسم قد يكون بيتحرك ما بين نقطتين يعني من نقطة البداية عند ارتفاع معين الى نقطة اعلى في هذه الحالة حيكون هناك تغير في طاقة الوضع التثاقلية زي الى the change in the gravitational potential energy طيب هذا ال change حيساوي ايه؟ حيساوي عبارة عن حاصل ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية في فرق الارتفاع فرق الارتفاع زي ما احنا عارفين دائما طالما نقولنا change يبقى final minus initial يبقى final height minus initial height هذا الفرق ما بين الى اتنين احنا بنترجمه او بنعبر عنه دائما بقيمة ال H طيب العلاقة ما بين هذه القيمة اللي هي خاصة بتغير طاقة الوضع وما بين الشغل العلاقة المباشرة واللي نحطها قاعدة ثابتة معانا دائما الشغل يساوي التغير في الطاقة لاي نوع من الانواع الشغل يساوي التغير في الطاقة طيب في حالة graphitential potential energy الشغل المبذول سيكون مساويا للتغير في طاقة الوضع التجاذبية ولكن معاكس في الاتجاه بمعنى ان الشغلة هيكون بالموجب اذا كانت تغير سالب يعني ايه تغير سالب يعني طاقة الوضع بتنقس في هذه الحالة الشغلة هيكون شغل موجب طيب الشغل يكون سالب انما يكون التغير في طاقة الوضع التثاقلية بالموجب يعني بالزيادة دي العلاقة المباشرة اللي هي 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 غطيها في هذا السؤال طيب السؤال هنا ممكن يجيني ازاي؟ ممكن يجيني ببساطة شديدة انه هو يديني مستويين يعني انا عندي هنا H dot اللي هو initial height و H final ويقول لي انتقل الجسم من المستوى A الى المستوى B في هذه الحالة الشغل بتاعي هيكون موجب ولا سالب اذا الجسم انتقل من ال H dot الى ال H final يبقى تغير في طاقة الوضع بتاعتك هيكون بالموجب يبقى في هذه الحالة الشغلة هيكون بالA بالسالب طيب اذا حدث العكس انتقل الجسم من ال B الى ال A معنى ذلك ان طاقة الوضع التساقلية ستتناقص يعني هتكون بالسالب change in potential graphitential potential energy is negative هيكون بالسالب يبقى الشغل في هذه الحالة هيكون بالA B الموجب طيب ممكن واحد ياخدها بشكل اخر يقول لي ايه يقول لي انا عندي قوة الجاذبية دائما اتجاهها الى اسفل اذا كان الشغل المبذول في اتجاه معاكس لقوة الجاذبية يعني الجسم بيصعد الالة فالشغل بيكون بالسالب اقول له شغلك صح كلامك صحيح تماما مية في المية اذا تحرك الجسم في اتجاه يعاكس قوة الجاذبية والتي هي دائما الى اسفل سيكون شغله بالسالب طيب اذا تحرك الجسم في اتجاه مماثل لاتجاه قوة الجاذبية سيكون الشغل الخاص به بالموجب لن يخرج السؤال الخاص بهذا الناتج عن هذا النطاق اللي احنا اتكلمنا فيه باذن الله تعالى ننتقل الان احنا بعد ما هنخلص السكشن الاول هنتوقف نشوف الاسئلة لو في اي حد عنده اي استفسار يخص هذا الجزء انتقل الان الى الناتج التعلم الثالث ناتج التعلم الثالث بيتكلم بيقولي state the law of conservation of mechanical energy ذكر او ذكر نص قانون حفظ الطاقة المكانيكية for a mechanical process that occurs inside an isolated system and involves only conservative forces the total mechanical energy is conservative ده نص القانون انه هو للعمليات الميكانيكية التي تكون داخل نظام معزول وتحت تأثير قوة محافظة مقدار الطاقة الميكانيكية يكون محفوظ يعني ايه الكلام ده يعني محصلة طاقات الميكانيكية للجسم مقدار ثابت يعني ايه برضو يعني مجموع طاقتين الحركة والوضع التثاقلية والمرونية وغيرها للجسم يتاوي نفس المجموع في ايه حالة يعني ببساطة شديدة نقدر نقول ان الكنتك انيرجي plus the potential energy any kind of potential energy اي نوع من طاقة الوضع ممكن تكون طاقة وضع مرونية ممكن تكون طاقة وضع تثاقلية ايا كان نوع حالة مطبق عندي في الحالة دي عند نقطة معينة يتساوى مع نفس مع المجموع عند اي نقطة اخرى طيب يا استاذ في هذه الحالة نقدر نقول ان عند المستوى المرجعي ايه هو المستوى المرجعي للارتفاع هو المستوى اللي احنا بنفترض ان الارتفاع فيه ساوصف حتى نعدم باقة الوضع التثاقلي يبقى ليه صارت ساوصف يبقى كل الميكانيكا الانيرجي تساوي الكيناتك انيرجي يبقى كل الميكانيكا الانيرجي هي عبارة عن كيناتك انيرجي طيب برضو حالة تاني عند اقصى ارتفاع الجسم اللي بتحرك رأسيا مغزوف رأسي قلقنا جسمي لأقصى ارتفاع عند اقصى ارتفاع فوق السرعة الخاصة بالجسم هتساوي صفر يبقى الكيناتك انيرجي هتساوي صفر اللي هي طاقة الحركة ايضا هتساوي صفر يبقى في هذه الحالة كل الميكانيكا الانيرجي للجسم ستكون مساوية للطاقة الوضع لكن هنا ممكن يلعب بها ازاي يلعب بهذه النقطات زي السؤال اللي هو طرحولي اللي هو السؤال رقم 6.2 اللي في صفحة 182 عندي اللي هو الدهوني كمثال بيقول لي بندليم سوينج ان فيرتيكال بلان ادى بوتوم اوف سوينج ذا كيناتك انيرجي اس ايت جول عند اقل ارتفاع الكنتك انيرجي 8 ده شي طبيعي عند اقل ارتفاع بتكون اكبر سرعة and the gravitational potential is 4 joule هنا النقطة اللي لابد نخلي بنا منها احنا قلنا ان عند اقل ارتفاع المفترض ان الطاقة الوضع تساوي صفر طيب ليه هنا تساوي اربعة لو جينا اخدنا السوينج بتاعتنا الارجوحة يعني هي جسم يتحرك على مستوى او على مصار نصف دائري ادي نقطة التعليق فوق ادي هنا عند اقل نقطة وادي هنا عند اقصى ارتفاع من الجهة الاخرى طيب ايه اللي حصل هنا معنى ان هي ليها graph potential potential energy من يرجع اربعة جول معنى ان هي مش على الرفرنس level هي معنى ان هي على ارتفاع معين من سطح الارض في ارتفاع وهذا الارتفاع وهذا الارتفاع يجعل لها طاقة وضع تساقلية لا تساوي سفر يبقى عند هذه النقطة الكه بتساوي تمانية جول واليو هتساوي اربعة جول طيب التوتل بتاعهم خلينا ناخد دي دوت و دي دوت يعني ان هي الانيشل مجموحهم يمثل طاقة الطاقة الميكانيكية اللي هي الميكانيكا الانيرجي يبقى مجموحهم المفروض يساوي كام اتناشر ثمانية زادة اربعة اتناشر طيب عند اقصى ارتفاع هيكون الكنياتيك انيرجي تساوصف طيب ليه تساوصف لانه عند اقصى ارتفاع بيكون مقدار السرعة بتاع الجسم تساوصف يبقى طاقة كلها هتكون عبارة عن طاقة ميكانيكية طاقة وضع يبقى طاقة الوضع في هذه الحالة هتساوي ايه؟ تساوي المجموح يبقى دي هتساوي اتناشر جول طيب انا عملتي هنا انا حللت المسألة قبل ما بص للخيارات اللي عندي قبل ما ننظر الى الخيارات ماشي؟ بصيت الى الناتج بتاعي حيكون يساوكا طيب اجي هنا اقول اكمل at the highest position of the swing اه ده هو بيتكلم عن النقطة اللي احنا طرحناها طيب اللي انا حسابتها كيناتك حتساوي صف والبوتينشيال هتساوي اتناشر يبقى اجي يبقى انا كده عندي الخيار ايه؟ و سي هما اللي ممكن بس يحتملوا ان هما يكونوا صواب وطبعا لو جينا قراءنا الباقي هنا بيقول لي الآن The Graphitential Potential 4 طبعا خطأ تماما لكن في السي قال لي أن Graphitential Potential Energy بتساوي 12 يبه هو ده الصواب هو ده الصح أجل أنتقل إلى السؤال اللي بعد السؤال الرابع بيقول لي إيه Apply the law of conservation of mechanical energy for an isolated system no external force with no deceptive force involved to calculate different physical content تطبيق قانون حفظ الطق طب مدى كده ممكن أنا أدمج القانونين مع بعض العلاقتين اللي هما الناتجين السؤالين 3 و 4 يعتبروا شيء واحد هناك اتكلم عن المفهوم ولكن هنا بيتكلم عن التطبيق قداني مثالين من الكتاب في صفحة 172 اللي هما عبارة عن concept check اللي موجود في الكتاب concept check 6.3 و 6.4 السؤالين دولها بصراحة حلوين جدا وفيهم مفهوم عالي وفكرة كويسة جدا سؤال الأول بيقول لي A spring with spring conistante k is oriented vertically and compressed downward a distance x from its equilibrium position عندي ذنبرك تم ضغط مسافة x من نقطة الاتزام بتاعته الثابت 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 ده هو K طيب an object of mass m is placed on the upper end of the spring حقينا جسم هذا الجسم كتلة m وضعناها أعلى السبرينج and the spring is released وأطلقنا السبرينج يعني أطلقنا السبرينج يعني تركنا حر فحيعود إلى وضعه الأساسي طيب لما حيعود إلى وضعه الأساسي إيه اللي حيحصل أنا في عندي شغلة مبزولة على السبرينج مخزن في صورة طاقة وضع مرونية elastic potential energy in the spring في هذه الحالة السبرينج والكتلة الموضوعة يمثلوا system isolate system يبقى نقدر نقول أن مجموع الطاقات الميكانيكية قبل ترك الزنبرج حر يساو مجموحهم بعد تركهم حري طيب the object release a distance h above the equilibrium position الجسم لما انطلق تم إطلاق السبرينج ارتفع مسافة h إلى أعلى if the spring is then compressed downward by the same distance x طيب حطينا السبرينج مرة تاني ضغطنا نفس المسافة بس الكتلة في هذه الحالة صارت 3m how high will the object release when the spring is released كام حيكون مقدار الاندفاع اللي حيوصل له الجسم في الحالة الثانية في هذه الحالة أنا أجي أقول له at case one في الحالة الأولى في الحالة الأولى لما أجي أطبق قانون conservative of mechanical energy يبقى الك لما كان في الحالة البداية زائد طاقة الوضع وفي هذه الحالة هتكون طاقة elastic ده قبل الإطلاق طيب حيساوي عند أقصر ارتفاع الك زائد هنا للنسبة حيكون الطاقة اللي موجودة عندي هي ايه graph potential طيب ليه graph potential شيئا لإني الجسم هو اللي بيتحرك في هذه الحالة إلى ارتفاع H طيب في البداية الـ spring والجسم كانوا في حالة سكون يبقى يبقى صار أنا عندي أن الـ holistic potential energy of the spring at the beginning equal to the gravitational potential energy of the object at the end طب لما أجي أطبق الحالة دي طاقة الوضع المرونية للـ spring ستساوي نص K في مقدار الإزاحة اللي موجودة للـ spring اللي هي X تربية طاقة الوضع التثاقلية للجسم اللي ما تم إطلاقه حتساويه تساوي كتلة الجسم في تسارع الجاذبية في الارتفاع أنا اللي يهمني هنا هو بيسأل عن الارتفاع يبقى أخذ علاقة للارتفاع الوحدة يبقى حقسم على Mg يبقى حقول له كده أن الـ H في الحالة الأولى هنجر سميه H1 مثلا هيساوي نص K X تربية على الـ Mg طيب أجي أنا أقول له at case to الحالة الثانية إيه اللي هيحصل طبعا نفس الكلام هيكون فأنا هأصل لنفس العلاقة إني هيكون عبارة عن أن نص الـ K X تربيع في الحالة الثانية هيساوي الكتلة الثانية الجديدة تساوي كام تساوي 3M في الجي في الـ H اللي هي الـ H الـ H2 اللي عندي طيب أنا الكتلة هو الجسم الثاني كتلةه 3 أضعاف يبقى أنا أقدر أقول أن الـ H2 تساوي كام هتساوي نص الـ K X تربيع على 3MG بس أنا عندي أن النص K X تربيع على الـ M مع بعض كده هم قيمة من الـ H1 يبقى أنا أقدر ببساطة أقول له يبقى الارتفاع الجديد حيساوي الارتفاع القديم تقسيم الثلاثة يبقى أني خيار اللي موجود عندي اللي هو الصحيح هيكون طبعا اللي هو السي يبقى في هذه الحالة الـ H2 the new height will be one third of the initial height حيساوي ثلث الارتفاع الأول طيب نشوف التطبيق الثاني اللي موجود عندي التطبيق الثاني بيقول لي A pole of mass M is thrown vertically into the air with initial speed V عندي كرة تم إطلاقها هذه الكرة لها كتلة M وتم إطلاقها في الهواء بسرعة ابتدائية ال-V طيب which of the following equation correctly describes the maximum height of the pole مين من العلاقات دي بيوصف بشكل صحيح ارتفاع الكرة بكل بساطة شديدة حنيجي نطبق في العلاقة بتاعتنا الكرة تم إطلاقها رأسيا إلى أعلى يبقى أنا عندي تطبيق mechanical energy conservation of mechanical energy يبقى الكي دوت زائد اليو دوت حيساوي الكي فاينل زائد اليو فاينل طيب عند أقصر ارتفاع السرعة حتساوي صفر يبقى الكيناتك energy والبي كوال تزير طيب وعند البداية هي تم إطلاقها من المستوى المرجعي يبقى إذن gravitational potential energy لها تساوي صفر يبقى أنا صارت العلاقة إن initial كيناتك energy equal to the final potential energy إذن نحوض نص m v initial تربيع حتسا m g في h هتلاحظ معايا أن على الطرف الأيسر يوجد كتلة وعلى الطرف الأيمن يوجد كتلة بالقسمة عليها تروح يفضل عندي نص v initial تربيع هيساوي g في h يبقى لو جبت قيمة h بالقسمة على g هتصير ايه يبقى الh هتساوي نص v initial تربيع تقسيم g وزي ما حضرتكم عارفين الرياضيات مقام البسط يصير مقام يبقى هتصير أن 2 will be with the gravitational acceleration and we have here the initial squared so if we return to the choices we will find that e is the correct answer in this case لنهي الطابق اللي احنا توصلنا له دا كان الناتج outcome number four ننتقل الى five في five بيقول ايه ال outcome بيقول ل identify that kinetic energy is scalar quantity يعني نعرف ان الكنetic energy هي كمية قياسية يعني كمية قياسية يعني ليس لها اتجاه هتلاحظ معايا ان ال outcome هنا مرتبط تماما برقم واحد اللي هو بيتكلم عن ان طاقة الحركة بتساوي نص الكوتلاف في مربع السرعة مرتبط ايضا برقم تسعة يبقى انا عندي هنا في مجموعة من الاسئلة يعني زي ما بنقول بالبلد كده تعتبر المفروض في الجيب ليه لان كلها اسئلة على نفس الموضوع يعني انا عندي كده تلات اسئلة على نفس النقطة مش هيطلب مني غير معرفة الشريحتين اللي احنا حطناهم في البداية في الاوتكامز رقم واحد ايه التكملة بيقول لي برضو معلومة مش جديدة احنا تكلمنا عن طيب السؤال هنا ممكن لماذا دائما طاقة الحركة هي كمية موجبة لماذا لا توجد طاقة حركة سالبة في حين في طاقة وضع بالسالب طاقة الوضع اللي بتكون بالسالب طاقة الوضع التساقلية عندما يكون الجسم نزل الى اسفل المستوى المرجعي يعني افتردت افتردت مثلا ان في مستوى الطابق الثاني في البناية هو المستوى المرجعي لما اتكلم عن اشخاص موجودين على الارض تحت يعتبر الازاحة بتاعتهم او الواي بتاعتهم بالسالب فطاقة الوضع التساقلية بالنسبة لهم سالبة طب لو انا بتكلم عن اشخاص موجودين في الطابق التالت هتكون طاقة الوضع التساقلية بالنسبة لهم موجب ايضا في الاليستيك بتنشيل انيرجي في طاقة وضع سالبة عند انضغط الزنبرك وفي طاقة وضع موجبة عند شد الزنبر لكن بالنسبة للكيناتك انيرجي هي دائما قيمة موجبة لماذا لانها عبارة عن حاصل ضرب الكتلة وهي كمية قياسية موجبة دائما في مربع السرعة والمربع دائما احنا عارفين الاسكوير دائما بالموجبة يبقى هي حاصل ضرب قيمتين موجبتين يبقى مستحيل يكون الناتج بتاعها كمية سالبة يبقى لو جاد اي سؤال فكر فيه في يوم من الايام وحط ضلي قيمة سالبة للكيناتك انيرجي اعرف ان ده اجابة خاطئة تماما وده اللي ممكن يحصل انه يجيب لي حالة يطلب مني مجموعة حالات مختلفة يطلب مني تحديد الحالة التي تكون غير و12 اللي موجودين on page 182 6.11 say for an object sliding on the ground the fraction force الجسم اللي بينزلق على الارضية الفراكشن فورس ايه تأثير فيه عندي بالنسبة للفراكشن وده اخذناها صف التاسع المتقدم دائما الفراكشن فورس acts on the object in opposite direction of the displacement يعني يعني دائما قوة الاحتكاك تأثيرها معاكس لاتجاه الحركة جسم بيتحرك جهة اليمين قوة الاحتكاك على طول بدون تفكير جهة اليسار طيب جسم بيتحرك جهة اليسار يبقى قوة الاحتكاك دائما جهة اليمين في هذه الحالة جسم بيتحرك إلى قوة الاحتكاك مع الهواة ستكون إلى أسفل جسم بيسقط إلى أسفل يبقى قوة الاحتكاك إلى أعلى وطالما القوة معاكسة للإزاحة أيضا الشغل الخاص بهذه القوة سيكون دائما سالك نخلي بقى النقطتين دول قوة الفراكشن فورس دائما ان ابيزيت ديركشن يبقى الفراكشن فورس نعرفها كده هنقول أولو أولوز ن أوبسيط ديركشن يبقى دائما هي في ايام معكس يبقى لو جنو شفنا الخيارات اللي عندي طبعا الخيار الوحيد اللي هيكون مناسب اللي هو الخيار C بالمثل في السؤال رقم 12 عندي قوة بتتناسب مع مربع المسافة قوة بتتناسب مع مربع المسافة طيب الطاقة طاقة الوضع هتتناسب ازاي مع الجسمين دولا هل هي هتتناسب مع الديستانس ولا مع الديستانس نرجع نقوله ببساطة شديدة أنا عندي بتساوي بتساوي M G في الـ H صح اللي هو الارتفاع الـ M G دي عبارة عن مين مش هي الـ FG يبقى هي FG مضروبة في الـ H طيب لما تكون العلاقة ما بين القوة بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة يعني يعني هقول ان القوة دي هتتناسب مع واحد على الـ D يبقى الـ U G هتتناسب مع ايه واحد على الـ D مضروبة في الـ H او يبقى الـ U G هتتناسب مع الـ FG بتتناسب مع واحد على المسافة خلينا المسافة هنا احنا نعوض عنها بالـ H عشان احنا بتكلم عن الارتفاع يبقى H تربيع في H يبقى ايه اللي حيحصل حيروح التربيع على الـ H يبقى نقدر نقول ان الـ U G في هذه الحالة حتى تناسب مع الواحد على الـ H طيب يبقى في هذه الحالة حيكون انا خيار الصحيح ايضا الـ C هنا نعيد ها تاني عشان نعرف ان النقطة تعمل لابس لدى الناس احنا انا بنتكلم عن potential energy جلنا بتساوي M في G في H طيب الـ M G دي عبارة عن قوة انا اعرف ان القوة حسب المنطوق بتاعه قال لي inverse of the distance squared يبقى هي بتتناسب مع مربع المسافة تناسب عن عكسين يبقى الـ F جي هتتناسب مع واحد على H تربيع طيب يبقى جي هتتناسب مع هي بتتناسب مع القوة يبقى هي هتتناسب عكسين مع مربع المسافة ضرب المسافة يبقى المسافة هتروح مع التربيع يبقى طاقة الوضع هتتناسب مع المسافة فقط عكسي ننتقل الى السؤال الاخير في بارت وان بيقول ايه calculate the change in momentum حساب شوف طالما قال لي كلمة calculate في بداية الـ outcome يبقى اعرف ان دي مسألة لازم هيجيب لي مسألة هنا calculate the change in momentum day to change in felicity يبقى هنحسب التغير في المومنتم بالنسبة لتغير السرعة يبقى هنحسب ه عن طريق علاقة ما بين الفاين المومنتم والإنشال مومنتم ده هيعود الى السكشن اللي معانا هنا اللي هو سكشن اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد 7.3 وده اول جزء من نواتج التعلم مرتبط بالوحدة التالتة طيب فهذا السكشن اللي ذكر ذكر هلاحظ انا احطت لك هنا الجزء من الكتاب اللي فيه الموضوعات اللي هتهمك لحتى يطرقها في النواتج التعلم اللي جاي انواع التصادمات وده هيرجع لها في احد نواتج التعلم وكيف يمكن معرفة انواع التصادمات من خلال المومنتم ايضا العلاقة اللي هي بنسميها conservation of total momentum اللي هي حفظ كمية التحرك او كمية الحركة اني كمية momentum initial momentum the sum of it equal to sum of final momentum وقداني مثال عندي اللي هو 7.4 اللي موجود صفحة 215 بيقول لي the value of momentum of a system is the same at later time as at an earlier time if there are no امتى يكون مقدار امتى يكون مقدار المومنتم النهائي يساوي مقدار المومنتم اللي ابتدائي للجسم ايه الحالة اللي تخلي المومنتم متساوي هنكون هنكون في هذه الحالة طبعا اني ما يكون ش في عندي قوة خارجية لاني لو في قوة خارجية مؤثرة عندي في السيستم هتغير السرعة وزي اتغير السرعة يبقى المومنتم باكمل وحيتغير يبقى if there are no ونخلي بقى من كلمة no هنا لان no يبقى معناها ان ندور على الحالة اللي ما تبقاش موجود اللي هي ايه هتكون ان ما فيش قوة خارجي طيب اذا قال لي كده the value of momentum of the system is the same at later time as at earlier time if there are ما قالش كلمة no امتى تكون المومنتم النهائية تساوي المومنتم الابتدائية اذا فيه فيه no يبقى no ما تكون موجودة هنا في السؤال لازم تكون في الخيار no external forces acted on the particle لا توجد قوة محصلة او are the net force equal to zero the system should be isolated شوفوا انا عندي قانونين في الحفظ هنا السنادي في الترمية الثانية لدينا قانونين للحفظ قانون حفظ المومنتم وقانون حفظ الطاقة اللي هي الطاقة الميكانيكية الاثنين يشترطوا ان يكون عندي نظام isolated or closed نظام معزول ومغلق يعني يعني لا بيحدث فيه تبادل قوة خارجية تؤثر وفي نفس الوقت ما يكون عندي فقدان او زيادة في الطاقة شري في القوة المؤثرة او في الكتلة المؤثرة طيب احنا كده خلصنا الجزء الاول من الجزء بتاعنا لو في اي اسئلة الناس تقدر ترفع بعيد ايه انت خليت حد بريزنتر لا طال اوكي طاق شوفي واحدة من البنات زميلاتك اللي انت عرفاهم خليها بريزنتر معك عندنا في سؤالين في اتنين رفين اديهم اميرة تفضلي استاذ اللي هو سؤال 6.4 كيف عرفت اللي هو الى 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 6.4 هو قال لي ان الكرة تم اطلاقها بسرعة ابتدائية تساوي V ووصلت الى اعلى ارتفاع عند اعلى ارتفاع السرعة بتساوي صفر طيب احنا اتفقنا ان اذا كانت السرعة تساوي صفر يبقى الكيناتك انيرجي اكوال تزير يبقى الكيناتك انيرجي عند اقصى ارتفاع هتساوي صفر بالنسبة للكيناتك اذا عرفنا ان اليو دوت اللي هي طاقة الوضع التثاقلية عند البداية الحركة تساوصف ان هو بدأ الاطلاق من عند سطح الارض هو قال لي بولوف ماسك هتسروين فيرتيكالي انتو ذا اير انتو ذا اير هي تم اطلاقها عبر الهواء يبقى هنا يبقى بفترض ان المستوى المرجعي ليا ان في هذه الحالة هو النقطة الاطلاق يبقى في هذه الحالة اليو دوت هتساوي الصفر واضحة كده ايو شكرا صح مين اللي كاتب شرطتين جست انا مش عارف اتكلم اقول ايه يعني اتفضل سؤالك اتفضل شكل المايك عنده مش كويس ام في مش كيل طيب احمد اه اتفضل احمد احمد احب نفس مايك جست الاول اه طيب خلاص اه خليهم اكتبوها في الشات يا شباب الاسئلة بتاعتكم انت اكتبوا الاسئلة بتاعتكم في الشات واحنا نبقى نرجع تاني احنا توقف بعض سؤال سؤال اتفضل احمد معايش كنت فاكر انا فتحت مايك كنت بكلم نفسي اتفضل 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 من الاسئلة من الاسئلة اللي بيعتبر المستوى المتوسط او مستوى الطالب المتوسط غالبيتهم هتكون عبارة عن اسئلة مسائل او ايجاد علاقات ما بين المتغيرات مش هتعتمد على علاقات بسيطة ممكن تكون فيها بعض ايه الصعوبة شوي طيب بيقول لي determine outcome 7 determine the instantaneous power by talking the dot product of the force vector and an object velocity of vector يعني التعرف على القدرة اللحظية عن طريق اخذ الضرب القياسي لمتجه القوة مع متجه الفلسط هنا لابد ان احنا نعرف ان power في هذه الحالة هي ناتج ضرب قياسي يعني ناتج ضرب قياسي يا شباب يعني ان هي كمية قياسية يبقى power هو كمية قياسية ليس لها اتجاه القدرة كمية قياسية ليس لها اتجاه العلاقة بين power والقوة والسرعة ان power هي عبارة عن ناتج الضرب القياسي لمتجه القوة في متجه السرعة خذنا في الفصل الدراسي الأول أن حصل الضرب القياسي بقى الكمية الأولى مضروبة في الكمية الثانية مقادير مضروب في كوساين الزاوية ما بينهم يعني هنا ألفا دي هي عبارة عن الزاوية بين ال-F وال-V أذكر حضراتكم أن عند حساب الزاوية لابد أنه ناخد الزاوية ما بين المتجهين من نقطة الخروج يعني أنا لو عندي ال-F في هذه النقطة وال-V بهذا الشكل يبقى دي هي ألفا الزاوية ما بينهم لكن لو أنا عندي العلاقة أدي F بهذا الشكل و ال-V كده هو مثلا مش دي الزاوية يبقى حمد ال-V على استقامتها أدي الزاوية ألفا اللي ما بين الاثنين الزاوية بتكون ما بين المتجهين من نقطة الخروج طيب أداني هنا ثلاث أمثل 48 و 51 و 51 تعال نشوفهم مع بعض 48 بيقول لي إيه while a boat is being toward toward at a speed of 12 متر بير second أداني ال-V the tension in the tow line is 6 كيلو نيوتن آه هنا نخلي بالنا المسائل دي من النوع ده بتكون مسائل مباشرة في الغالب هيلعب في إيه يا إما يلعب في الزاوية يا إما يلعب في الوحدات ال-prefixes هو الداني هنا القوة بالكيلو نيوتن يبقى أنا أخلي بالي إن أنا أضرب على طول في عشر أو السيه موجة بتلاب what is the power supplied to the boat through the tow line هتلاحظ هنا من العلاقة أني الزاوية ما بين اللي اتنين تساوي كام هتساوي السفر طيب يبقى إثن أنا ها أقدر أقول أني ال-B هتساوي F V كوسين السفر وكوسين السفر زي ما حضراتكم عارفين تساوي كام تساوي ال-1 يبقى على طول ها عوض عن قيمة ال-F وما نساش هنقول 6.00 multiply 10 of power 3 نيوتن multiply the velocity is 12.0 meter per second multiplied 1 it is the cosine of 0 it will be equal to 27000 watt you can say that it will be 7.2 multiply 10 of power 4 watt or you can say it will be 72 kilo watt all all of it is correct answers it's dependent on the answers the choices which he will give it to you in your exam he can he can he can add 72000 or 7.2 14 or 7 72 kilowatt so إبقى أنت الخيار بتاعك مين اللي حتختاره فيهم كإجابة لأن السؤال ده سؤال اختياري هو السؤال اللي حيطلحه لك هو أوه يديه لك عندك طيب تعني شو السؤال آخر اللي هو سؤال رقم خمسين هنا هو قداني الباور بس بوحدة الهورس باور أنا وحدة الهورس باور أنا عارف إن هي الوان هورس باور إكوال تو سيفن هندرد فورتي سيكس وات يبقى ده معامل التحويل اللي أنا أستخدم ومنساش اللي أنا أستخدم Is moving in moving a car along a level track at the speed of قداني السرعة How large is the total force عايز مقدار قوة acting in the car in the direction opposite to the motion of the car طيب The opposite direction معناها إيه؟ معناها إني الألفة هنا بتساوي كام 180 يبقى أنا حي أقول له كده هو البي ستساوي الـ F V Cosine الـ 180 يبقى الباور اللي عندي هو الدهوني قال لي 40 Point zero Multiply حضرة فيه 746 ستة واربعين عشان أحولها إلى الـ Watt الكلام ده هيساوي القوة هي المجهول اللي عندي F السرعة عندي خمستاش متر بير ساكن F C Cosine 180 بسالب واحد يبقى F هتطلع تساوي سالب لما أجي أحسبها تقريبا تطلع معايا ألفين تقريبا ألفين نيوتين وطبعا أنا أحسبها بالإيه؟ بالسولف في الآلة الحسب طيب في الخيارات لو أداني المسألة دي واداني الخيارات ممكن يحط للي قيمة سالب ألفين وممكن يحطها بالموجب بس طيب إزاي أستاذ؟ لو هو أداني الخيارات مثلا ألف وربعمية ألف وخمسمية ألفين و مسألنا أربعين كلهم خيارات بالموجب وما فيش سالب الألفين وأنا حسبها طلع معايا سالب ألفين يبقى الإجابة أنه فيهم اللي تكون صحيحة الألفين ليه؟ لأنه قال لي فوق في السؤال The direction opposite to the motion يبقى هو في الخيارات ممكن يحط للي قيمة موجب وممكن في الخيارات بتاعتي يحط للي سالب ألفين لكن عمره ما هيديني خيار موجب ألفين وسالب ألفين يعني إيه؟ ما تجلقوش من النقطة دي عمره اللي هيحط للي امتحان ما هيدي لك خيار سالب ألفين وموجب ألفين لأنه لو حطت اللي اتنين وانت اخترت أي واحد فيهم هتكونوا جابتك صح غزب من عنعين التخين طيب ننتقل للسؤال الأخير 51 بيقول لي الآتي ننتقل للسؤال الأخير في هذه الحالة هو عايز السرعة بعد فترة زمنية محددة طيب ايه الفترة الزمنية المحددة اللي عندي أربعة فاصل خمسة وخمسين ثانية هو الداني الباور والداني الكتلة وعايز السرعة بعد هذه الفترة يبقى أنا في هذه الحالة أنا عايز أستخدم علاقة للباور خاصة بهذا الوضع طيب ايه العلاقة الخاصة بالباور بهذا الوضع لو أنا تذكرت الباور بتساوي الشغل على الزمن طيب في نفس الوقت الشغل بيساوي التغير في الكنتك انيرجي يبقى أقدر أقول الباور equal to the change in kinetic energy over time طيب في نفس الوقت kinetic energy is the final minus the initial one over T حابص كده هنا قال لي هو from rest from rest يعني هو kinetic energy initial is equal to zero يبقى دي بتساوي صفر يبقى أنا حاقدر أقول له كده مباشرة يبقى هي هتساوي final kinetic energy over the time طيب ما نعود البي هتساوي مين هتساوي بقى نص m v final اللي هي اللي أنا عايزها تربيع على time لو جينا عوضنا البي أنا عندي هو جلي مية واربعين فاصل خمسة هورس باور يبقى حضربها على طول في السبعمية ستة واربعين وات ما فيش دا إن أنا أحسب على مرتين في ناس يقول لي أنا أحسب الباور الأول وبعندين أرجع عوض ما فيش دا أضيع وقت كتير مشكلتنا في الامتحان بتاع الفيزياء دائما هو الوقت يبقى على طول استخدم كل القيم واستخدم دلة السولف عندك الآلة الحزبة اللي موجودة معاك تقدر تريحك بهذا الموضوع الكتلة تسعمية اتنين واربعين فاصل أربعة في ال v final تربية على time اللي موجود عندي اللي هو 4.55 second يبقى على طول بدلة السولف حقدر أحسب تطلع معايا ال v بتساوي 30 31.8 متر بير سكد طيب كده احنا انتهينا من ناتج التعلم السابع ننتقل ليلة الثامن بيقول لي show that the work done on a particle by a force if when the particle undergrows a displacement delta r is given by the scalar product work is equal to force multiply the distance or force multiplied distance multiplied cosine f يبقى هنا هو عن العلاقة بتاعت الشغل وبيسألك هنا عن عملية مهمة جدا 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 ايه هي المثال اللي كنا بنتكلم عليه زمان متى ينعدم الشغل انت الورد تساوي صفر لما تكون الف بتساوي صفر او delta r بتساوي صفر او كسين alpha يساوي صفر امتا الاف تساوي صفر لما يكتنع عدم القوة المؤثرة لما يكون محصلة القوة او net force المؤثرة على هذا الجسم تساوي صفر يعني طولة وشخصين بيشدوها كل واحد بيشد عكس التجاه الآخر والتنين بيأثر هنا بقوتين متساويتين مقدارا ومتعاكستين اتجاه محصلتهم تساوي صفر بالشغل الكل يساوي صفر طيب العمل الثاني اللي تنعدم عنده الشغل لما يكون الازاحة تساوي صفر اللي هو لما يكون انا بحاول احرك جسم لكن الجسم ده لا يتحرك من مكانه واحد بيدفع الجدار واحد كده ربنا اكرم في مخوف فيه بيدفع الجدار طبعا الجدار مش هيتحرك إلا لو احنا كنا بنتكلم عن هيركليز مثلا يبقى في هذه الحالة دلت ار تساوي صفر يبقى الشغل كله نعدم الحالة التالت اللي عندي ان كساين الفا يساوي صفر ومتى يساوي الكساين الصف عندما تكون الفا تساوي تسعين يعني لما يكون القوة المؤثرة عمودية على الازاحة اللي هي حالة ان انت تحمل حقيبة وتتحرك بها مسافة وفقية او تحمل جسم وتتحرك بها مسافة وفقية يبقى في هذه الحالة القوة المؤثرة الى اعلى والحركة وفقية يبقى زاوية بينهم تسعين يبقى في هذه الحالة تنعدم الشعور قداني مثالين السؤال رقم 5 11 او السؤال 11 والسؤال رقم 30 سؤال رقم 11 بيقول لي لا هو بيرفع البوكس الى اعلى وتحرك مسافة افقية لانه مجلش ان الحركة الى اعلى هو تحرك مسافة افقية يبقى في هذه الحالة الشغلة هيكون يساوي ايه بدون ما تفكر هيساوي الصفر ليه لانه في هذه الحالة القوة بتأثر عندك هي قوة رأسية الى اعلى والحركة افقية يبقى دا لو طلبة منك حسابيك طب تعال نشوف السؤال رقم 30 دفعنا الاريكة بتاعتنا مسافة اربعة متر يبقى دلتا r طبعا القوة المؤثرة عندي هنا هي المتين يبقى انا عندي هنا الاريكة تحت تأثير قوة للامام مقدارها متين وقوة احتكاك تجاهها معاكس تساوي 150 نيود القوة تنبي اثر عليها عايزك تحسب الويرك done by you دا اول واح by the fraction force نمرة اثنين by the gravity دا رقم ثلاث by the net force اختلاف بين الانواع الشغلة المختلفة هو اختلاف في القوة المؤثرة يعني في الحالة الاولى by you ستعاوض عن القوة دا اللي هي 200 fraction force ستعاوض عن القوة التانية اللي هي Fk by gravity على طول بصفر لان الوزن او الجاذبية الى اسفل والحركة افقية الجاذبية في الاتجاه الرأسي والحركة وفقية by the net force بحجيب محصلة القوتين 200 ناجس 150 وتعاوض عنها مسألة كلاسيكية وما اعتقدتش ان هي مفيش حد تحلات له في المسألة في المدرسة فلو رجعت للدفتر بتاعك هتلاقي ان هي المسألة دي محلولة عندك فتقدر ترجع لها ببساطة طيب ننتقل الى السؤال رقم 10 calculate graphitian calculate graphitian the work done on an object from an initial to a final position using the force versus position graph هنا بنرجع لقعدة درسناها في الصف العاشر من خصائص الرسم البياني أن المساحة تحت المنحنة تمثل أو تحت الخط البياني تمثل حاصل ضرب القيمة الفاكتور الرأسي في الفاكتور الأفقي يبقى هنا هو قال لي الزباكتور يبدأ المستوى المستوى الرأسي يمثل الفاكتور الزباكتور التي تحت على 2 كيلو جرام بلوك قد لك الكتلة بتاعت الجسم وقال لك المستوى الرأسي يمثل الفاكتور والمستوى الأفقي يمثل من الاس بالمثل يعني الإزاحة يبقى أنا عندي الرسم يعني ما بين القوة والإزاحة يبقى على طول المساحة تحت المنحنة تمثل الشغل يبقى لما يجي يطلب منك الشغل يقول لك يبقى تقول له كده على طول the network the net work يساوي area of graph of the graph يبقى الشغل سيقوم المساحة التي لدي المساحات التي لدي طبعا هنا لا يوجد مساحة تحت الخط الخط منطبق على محور الصفر فبالتالي بر يبقى أنا عندي هنا مساحة بالموجب وعندي هنا مساحة بالسالم وهنا مساحة صفرية يبقى هاي يقول له يبقى total work أو network هاي ساوي المساحة الأولى اللي هي الجزدة وبالموجب تساوي ايه الطول في العرض الطول هو خمسة ماقص واحد يبقى أربعة طب الأربعة دي مضروبة في مين بالارتفاع من الصفر إلى اتنين وخلي بالي هنا دايما إذا كان المحاور فيها ضرب يعني مثلا ضرب عشر أو موجب اتنين سالب اتنين وهكذا طيب يبقى هنا ضرب اتنين يبقى أربعة ضرب اتنين ناقص المساحة الثانية طب ليه ناقص لأن المساحة الثانية تحت الخط الصفري إلى أسفل يبقى أنا عندي هنا سبعة ناقص خمسة يبقى اتنين ضرب الارتفاع بتاعها من سالب واحد إلى الصفر سالب واحد سالب الصفر يبقى هي بواحد يبقى هي يبقى هي تمانية ناقص اتنين يبقى القيمة اللي عندي هنا 6.0 جول يبقى نت ويرك is equal to 6 جول طيب الطلب الثاني عايزي عايز السرعة النهائي أنا هنا جبت النت يبقى أقول مباشرة النت ويرك ده زي ما احنا درسنا حيساوي it's equal to the change of kinetic energy يعني هو هيساوي الفينال kinetic ناقص الانشال kinetic طيب هو بدأ من الصفر بدأ من رست يبقى الانشال هتساوي كام ساوي الصفر يبقى النت ويرك ده اللي هو قيمته 6 حيسا الفينال عباية نص الكتلة عندي قيمتها 2 كيلو جرام في السرعة النهائية اللي هي مطلوبة تربية طبعا مباشرة هاقدر أجيب العلاقة باستخدام دلة الصفر بقلدي فينال هتساوي 2.45 متر بير ساكن تطبيق مباشر على المساة الفكرة الأساسية في هذا السؤال أن الرسم البياني المساحة أسفل الخط البياني تمثل وتعادل حاصل ضر المحور الرأسي في المحور الأفق القيمة الرأسية مضروبة في القيمة الأفقية ننتقل بعد ذلك إلى الأوتكام 11 برضو رجعنا تالي للعلاقات ما بين الكميات يعني الوحدات بيقول لي record the unit of power as what which equal to one joule per second or kilogram متر تربيه second تربيه طبعا تعلمنا وعرفنا العلاقة ما بينهم ونقدر نجيبها من خلال القيم بتاعتنا احنا الpower بتساوي الشغل مقسوم على الزمن وفي نفس الوقت هي بتساوي القوة في المسافة الشغل بيساوي قوة في مسافة يبقى وحدة القوة في وحدة المسافة يبقى نيوتن في متر على ثانية طبعا ممكن تكون كمان النيوتن ده نبجين فكنا يبقى تديني كيلو جرام في متر تربية لكل ثانية تكعد تلعلاقات ما بينهم قدعني هو المثال السؤال رقم 5.5 وده سؤال مباشر جدا اللي اعتقد اللازم طبعا هيغير فيه ممكن يقول لي ويديني ثلاث وحدات أساسيين صحيحتين ويطلب الوحدة الرابعة او ما يدينيش الوات ما يحطليش الوات يحطلي مثلا كيلو جرام في متر تربية لكل ثانية تكعيب لان لو حط الوات مباشرة يعني هو بيقول الوحدة الوحدة الاساسية للباور او وحدة صحيحة للباور طبعا الوات واضحة تماما وصحيح لكن هو ممكن اعتقد ان يشيل الوات انتقل الى ناتجة التعلم رقم 12 calculate the work done on an object by spring force by integrating آه هنا صح صح لي قل لي by integrating يعني حينطلبها عن طريق التكامل يبقى هنا في الغالب حيجيب لي السؤال ماشي عن طريق التكامل طب هو الامثلة اللي هو حطها لي ما فاش تكاملات يعني هو قداني من مثالين 42 و43 ما فهمش التكامل لكن ممكن كده في الامتحان ماشي يديني معادلة او ممكن يكون المكسوط بكلمة integrating هنا اللي هي عن طريق ماشي تقديم او استنتاج واستخراج القوة من خلال الموقع الابتدائي والموقع الانهي والله اعلم نتمنى ان هو ما يجيبها لكش عن طريق الانتجريتينج او الانتجريشن لاني طبعا يعني في كتير منكم برضو لسه العملية فيها صعوبة مع اس ما ننساش ان العلاقة بتاعتي بتاعة الشغل بيساوي تكامل القوة بالنسبة للازاحة يبقى هو بيساوي سالب نص تربيع ده في حالة الزنبر طيب لما بنيجي نعوض في الاسئلة والمسائل ودايما السؤال ده بيطرح في كتير منكم بيطرحوا هذا السؤال ماشي يعني حتى في واحدة من بناتي منكم يعني بصراحة انا محرى منها هي لها مدة كده ثلاثة أربعة ايام بتبعتلي في اسئلة وانا مش لاجي وقت ان انا اجاوبها بس باذن الله هجاوبها قريبا باذن الله السالب لما اجي اعوض في المسائل هعمل ايه فيه ده احنا مش قلنا ان الشغل كمية سكيلر طيب السكيلر يبقى السالب اللي عندي هنا ده هو معناه ان هذا الشغل معاكس في الحالة للتغير في طاقة الوضع يعني اذا طاقة الوضع زادت الشغل بيكون بالسالب اذا طاقة الوضع نكست الشغل بيكون بالموجب لكن في كل الاحوال انا لما هاجي استخدم هذه العلاقة في الحسابات وبأكد عليها ما بشغل بالسالب بحط على طول الو تساوي نصف كي اكس تربيع حل طب تعال نشوف المسال بتاعتنا اللي هو ذكر على قداني سؤالين بيقول لي ان ايديال سبرينج هز سبرينج كونستانت كي قداني الكي كالكولات زا ديستانس عايز الاكس عايز المسافة ذات سبرينج مست بي ستريتش اللي حيمطط هزا السبرينج فرم اتس اكوليبري موزيشن فور توني فور جول قداني الشغل والداني الكي وعايز الازح يبقى تطبيق مباشر على طول هاقل له كده هو انا خلينا اغير يبقى هاقل له الشغل هيساب نص كي اكس تربية هو قداني الشغل خمسة عشرين جول يبقى ده هيساب نص قداني قيمة الكي ربعمية واربعين ومنساش ان الازاحة عندي هنا فيها اسكوير يبقى مباشرة هتطلع معايا الاكس تساوي لما اجي احسبها 0.34 متر وطبعا باستخدم بالسولف في الالحاس لو جينا شفنا السؤال رقم 43 43 بيقول ليه الات هنا بيلعب المسافة بالبرفكس بتاعي بالسنتي متر يبقى لازم احول الى متر from its equilibrium position if the stretching require 30 joule what is the spring concern هو غير هنا قداني ال x وعايز k يبقى نص المجهول صار هو k فالازاحة 5 سنتي يعني 5.0 0 multiply 10 power minus 2 all of it square أو 0 point 0 5 يبقى على طول حساب تطلع معي k بإستخدام solve 24 20 2000 يعني 24 10 power 3 وطبعا الوحدة بتاعته هي نيوتل لكل متر ننتقل الى السؤال رقم 13 سؤال رقم 13 رجع تاني لقانون الحفظ قانون حفظ الميكانيكا الإنرج apply the law apply هنا حساب D لازم هيجيب لي فيها مسألة apply the law of conservation of mechanical energy for an isolated system no external force ما فيش قوة مواثرة خارية with no disruptive forces involved to calculate different physical quantity يبقى هو تطبيق على قانون حفظ الطاقة الميكانيكية اللي احنا قلنا انه هو k plus u k dot plus u dot وانه احنا اتعرضنا له بكدو وكلمنا فيه بالتفصيل ساعتها على الحلات المختلفة فتعا نشوف التطبيق بتاع 40 اللي هي المثال اللي هي المثال اللي مطروح بيقول لي ايه ابول سترون up in the air لا الفكرة دي مرت علينا من شوائي فاكرين السؤال اللي هو اللي هو الايه concept check اللي هو كان اعتق اللي كان واحد فيك وطرح فيه السؤال طرح لما قال لي ليه خدنا القيمة بتاعة الفاينل هنا بتساوي صفر ايوه 6.4 سؤال 6.4 اللي هو concept check اللي كان صفحة في النتج التعلم الرابع انا عندي هنا الكرة ملقيت الى اعلى ملقيت الى اعلى على طول يبقى ملقيت من اتشي تساو صفر يبقى اقصر ارتفاع وصلت له خمسة يبقى الى اتش فاينل ويبقى الى اتش انيشي صفر طيب بصوا معايا معظم الاسئلة بتاعة الكونزيرفة او اللي هو الكونزيرفة اوف انيرجي او مومنتم يستحسن نرسم فيها شكل تخطيطي يبقى انا حاجة هنا اقول الى اتش انيشل او الواي انيشل لو انت بتفضل الواي تساو صفر بينما الى اتش فاينل حد ساو خمسة ملتا طيب الى اتش انيشل هي المطلوب طيب الى اتش فاينل اه انا عارف هاديه لما بيكون الجسم عنده اقصر ارتفاعي بقيمتها تساوي السفر يبقى تعالى نطبق ايه قانون الكونزيرفاشن بيقول ليه اني الكي دوت بلاس اليو دوت اكوال تو كي فاينل ذائد اليو فاينل طيب الجسم في البداية سرعته تساو صف مجهولة ارتفاعه صف يعني ارتفاعه صف يعني اليو انيشل بتاعته صف طيب ماشي طب في النهاية مين اللي ساوصف السرعة يبقى الكنتك انرجي هي اللي ساوصف يبقى انا هنا طلعت بسط العلاق صارت اني الانيشل كيناتك انرجي اكوال تو the final potential انرجي طب تعالى نعود يبقى نص m v انيشل سكوير حتساوي ال m g h طب ما الام هي الام نخلص من يبقى هقول له كده نص في v انيشل تربيع حتسا h g 9 point t 1 مضروبة في h 5 يبقى على طول v initial 9 9 point 9 20 متر بير سكت وهنا في سؤال طرع علي واحد من زملائكم في مرة من المرات قال لي يا أستاذ طب احنا ممكن نحسبها عن طريق معادلات الحركة اقول له صح ممكن تحسبها بمعادلات الحركة ولذلك هو قال لك استخدم قانون حفظ الطاقة عايزك تحل بالطريقة دي بس انت في الامتحان هتلاحظ معايا ان المسألة دي في السؤال رقم 13 وده في السكشن 2 اللي هو اسئلة اسئلة الكترونية سؤال ملتبي شويس يبقى في هذه الحالة انت ممكن تستخدم الطريقة اللي تريحك انت شايف ان انت لو حلت بمعادلات الحركة في سؤال زي كده هتحل اسرح حل طالما هو طالب منك الناتج النهاية فقط لغير لكن لو جاب لك السؤال زي كده وجاب ه في اسئلة تحريرية كتابية لا يبقى لازم انت تعوض بيها ايه بحالة دي تكون اللهم صلى وسلم وبرك سيدنا محمد باستخدام conservation of energy ننتقل للسؤال رقم 14 هنا بيتكلم عن تحديد انواع التصادم identify that collisions can be either elastic or partially inelastic or totally inelastic معرفة ان التصادمات ممكن تكون باي حالة من هذه الحالات طيب انا هعرف التصادمات ازاي الفاصل هو حفظ طاقة الحركة طبعا الولاد او البنات اللي احنا بنشتغل مع بعض فهم شافوا العلاقة دي انا كتبتها لهم قبل كده واشتغل نبيه الكل تختلف نوحة حسب حفظ الكنتك انيرجي هل الكنتك انيرجي محفوظة ولا لا هل طاقة الحركة محفوظة ولا لا اذا كانت محفوظة يبقى على طول ده الاستيك كوليجين طيب اذا كانت غير محفوظة يعني بيحصل فقد في الطاقة يبقى ده ان الاستيك سواء كان بارشلي او توتالي ان الاستيك كوليجين في الحالتين هيكون في فقد في طاقة الحركة يبقى الاستيك كوليجين ينطبق فيها قانون كمية الحركة حفظ كمية الحركة وينطبق فيها حفظ الكنتك انيرجي الاتنين محفوظين طيب الان الاستيك اللي محفوظ فيها المومنتم بس ولذلك هو حق لي سؤالين سوري 7.11 و 7.12 7.11 بيقول لي سيبك من كلمة توتالي دي امسك نوع التصادم هو حط توتالي الاستيك على اساس ان انت متعود توتالي فتي تاخد كلمة توتالي وتفكيرك على طول مش هتجرى الكلمة اللي وراها في ناس كده في طلاب كتير كده لا نجرى كل كلمة في السؤال توقع الخطأ في كل كلمة ولذلك اقرأ كل كلمة في السؤال فور توتالي الاستيك في الاستيك مين اللي بيكون محفوظ جنة المومنتم والكنات كنج دي حاجة حاجة تانية لما يكون السؤال فيه اكثر من خيار في الامتحان مش هتلاقيه دوائر هتلاقيه هنا مربعات دايما السؤال الاختيار من المتعدد يا شباب نخلي بالنا في النقطة دي كل البرامج الالكترونية كده اذا الاختيار السؤال فيه اكثر من خيار صحيح تلاقي مربع طيب اذا كان خيار واحد بس اللي مطلوب هتلاقيه على شكل دوائر طيب ايه الفرق معايا كده خلينا نعرفها الالاستيك في عندي عاملين محفوظين يبقى لو هو بيتكلم عن الاستيك يبقى لازم حيديني اكثر من خيار صحيح طيب الان الاستيك لا هو خيار واحد بس اللي بيكون محفوظ اللي هو المومنتر الطاقة الحركة مش بتكون محفوظ يبقى في هذه الحالة حلاقي ان انا عندي اكثر من خيار طب لو جيت قرارة الخيارات حلقاهم اللي هما البي والاي والسي بعض الزملاء بيقول لك ان الاي هي ده يرجع لسبب ان هما بيرجعوا للكتاب المتداول ما بين ايديكم اللي هو اللي منتم حلق خاص بالطبعة الاولى في الكتاب هذا السؤال تم تغييره في الطبعة التانية فكانت الاجابة اللي فيه وهي الصحيحة هي البي والسي فقط لا غير اما الخيار ايه فهو خاطئ تماما لان ده مرتبط بسؤال غير ده السؤال اللي في الطبعة الاولى مختلف عن السؤال اللي في الطبعة اللي بين يديكم اللي هو موجود امامكم الان هذا السؤال اجابة البي والسي فقط لا غير هم الصحيحتين اللهم هل بلغ اللهم فاشهد لان فيه كتير من الطلاب ناجه ليه السؤال ده الاي والبي والسي وما اللي صح لا يوام الاجابة كده تكون خطأ لانها اجابة موجودة خاصة مرتبطة بسؤال مختلف تمام طيب تعال نشوف التطبيق اخر عليها نفس الفكرة شوفت تاني 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 ان الدرس التطبيق اه اه بفهمت عليك انت تقصدي ان الساكاشن الاخيرة اللي في الكتاب محزوفة صح لكن احنا هنا مش بيتكلم مش بيقولك حلي مساهل عليهم هو هنا بيقولك تحديد الحالات اللي بيكونوا فيها الكلجن totally inelastic or elastic وده موجود في سيكشن اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في سيكشن 7.3 و7.3 مش محزوف تحديد نوع التصادم مش محزوف عندك يعني ازاي تعرف في نوع التصادم ده مش محزوف منك لكن اللي محزوف هو الحسابات الخاصة بأنواع التصادم مادي هذا موضوع تاني استاذي لو ايجانا بالامتحام ما نختار الخيار اللي هو حفظ الطاقة الميكانيكية خلاص مين قال لك كلام ده بابا بتختار الخيار اللي انا قلت لك عليه هنا بتختار الخيار اللي موجود في السؤال زي ما احنا جوابنا يا بابا انتي سألتي سؤال وبعدين بتتكلمي عن نقطة تانية منهاش ارتباط بها نهائيا يا بابا ماشي الالاستيك في الكيناتك انيرجي محفوظة والمومنتم محفوظة الان الاستيك لا الكيناتك مش محفوظة زي السؤال هنا بيقول لي لنهائيا من المحفوظة من المحفوظة من المحفوظة محفوظة محفوظة طبعا الخيار سي اللي هي التوتال مومنتم في هذه الحالة الالاستيك اللي محفوظ فيه فقط هو المومنتم لكن الكيناتك انيرجي بتكونش محفوظة ننتقل الى السؤال رقم خمسة عشر هنا عن الحسابات calculate the linear momentum of the particle add the product of particles mass and velocity يعني حساب كمية الحركة الخطية كناتج لضرب الكتلة في السرعة طبعا القانون بتاع ان البي بتساوي الام في البي هو قداني مثال على هذا الموضوع اللي هو السؤال رقم 24 وده برضو سؤال كلاسيكي ومعتقدش ان في حد من المدرسين محلهوش قداني خمس اجسام قداني كتلة وسرعة لكل جسم منه وطالب اننا نرتب هذه الاجسام حسب طاقات الحركة وحسب المومنتم يبقى انا هعود تعويض مباشر في طاقة الحركة هعود تعويض مباشر في المومنتم لكل جسم من هذه الاجسام وبعدين احط هم في صورة ترتيب من الاكبر الى الاصغر فده سؤال مباشر ومعتقدش بقول ان في حد يكون محلهوش انا قبل كده ومعتقدش يعني يكون حصلت يبقى يرجع لي في السؤال الاخير معانا في الاسئلة الالكترونية بيقول يعني رجعنا مرة اخرى للقانون بتاع حفظ الطاقة ولكن في هذه الحالة احنا هنضيف معاهم الشغل المبذول الجزء الضائع من الطاقة والمتحول الى شغل اللي هو ال-e other في القانون اللي هو هيساوي سالب الشغل قداني مثالين عليها 17 و 18 والمثالين عبارة عن اسئلة السؤال رقم 17 للأول والسؤال رقم 18 كلاه هما اسئلة نظرية في حين انه هو في السؤال هنا بيقول يكسب لي آه ده شرح فبالتالي شيء طبيعي نواحي كل الأسئلة نظرية بيقول سهم سهم موجود في القوس يبقى أنا عندي هنا لو لاحظت كده حالات أول حالة تم وضع سهم في القوس الحالة الثانية الخيط بتاع القوس تم شده للخلف الحالة الثالثة السهم تم إطلاقه إلى أعلى حالة الرابعة السهم رجع رجع واستضم بالعرض طالب مني وصف الحالات المختلفة اللي موجودة عندي في أول حالة السهم موجود داخل القوس يعني أدي لو رأنا رسمت مثلا قوس كده وأدي السهمة عندي هنا بازش طيب السهمة هو بهذا الوضع هل بيتحرك؟ هل لهو حركة؟ هل السهمة في هذه الحالة بيتحرك؟ لا لا يبقى في هذه الحالة كينتك انرجي لهو تساوي صفر يبقى أنا حاجة أقول له أن الطاقة في هذه الحالة هي عبارة عن طاقة وضع طاقة الوضع بتاته تساوي ايه؟ تساوي الكتلة في الجاذبية في الارتفاع عن السطح المستوى المرجعي للأرض تعالى حنسمي هذا الارتفاع مثلا وي طوت وطول السهمة دايما كلمة السهمة أو لما ننصف حالته بننصفه على طوله اللي هي المسافة الديني يبقى أنت عندك الواي ام جي مضروبة في الارتفاع عن سطح الأرض وأيضا ارتفاع رأس السهمة اللي فوق يبقى هنقول له واي ضد زائد الدي الكلام ده هو اللي هيساوي الطاقة بتاعته لأن طاقته في هذه الحالة تعادل طاقة وضع فقط لغيره طيب مثلا كمثال آخر لما نيجي نسحب السهمة الاسفل الحالة التانية القوس صار مجدود الاسفل يبقى دي السهمة بتاعي كذا الوضع بك كده طيب ارتفاعه عن سطح الأرض اتغير هذه المستوى المرجع اللي كان فيه الأول اللي هو الواي ضد صار هنا نقول مثلا ايه اكس عند ارتفاع اكس صار ايه صار فيه نوعين من الطاقة عندي طاقة جذبية وعندي طاقة مرونية طيب هل هو هنا بيتحرك؟ لا برضو يبقى ما فيش طاقة كينتك طيب طاقة الوضع التجاذبي هتبقى عبارة عن M في G في سالب المسافة اللي هي ايه المسالب ديه؟ اللي هي المسافة ديه اللي نزلها الاسفل يعني اكس ناقص الواي ضد طيب ديه عبارة عن طاقة الوضع التجاذبي الكلام ده هيكون زائد طاقة الوضع اللي ايه المرونية له اللي هي عبارة عن نص كي اكس تربية وهكذا بنتدأ نوصف الحالات المختلفة طبعا هو هيدليك الوصف او هيدليك الوصف عند نقطة حالة محددة واحدة من هذه الحالات مش كل الكلام ده نيجي ننتقل للسؤال اللي بيعمل جلق كده لكتير منيكم ايه بيقول لي السؤال عندي كرتين متماثلتين بدأوا من نفس النقطة وفي نفس الزمن اتحركوا على مسارات مختلفة مين فيهم هيكون لها سرعة نهائية اكبر من الثانية لاحظ معايا الكرة الاولى والكرة الثانية الارتفاعات بتاعتهم متساوى الارتفاعات متساوى يعني هنقول اني ال H INITIAL 1 أو A تساوي ال H INITIAL للB طيب ال H INITIAL معناها ايه؟ ان اليو INITIAL الـ initial للـ A ستساوي الـ U الـ initial للـ B حسناً، هل واضحة النقطة دي؟ دعونا نقول دي واحد الـ V الـ initial A تساوي الـ V الـ initial B تساوي صفر، كلاهما بدأ من الصفر يبقى الـ K الـ initial A تساوي الـ K الـ initial B تساوي صفر، كلاهما له ضاقة حركة ابتدائية تساوي الصفر الـ 2 في النهاية سيصلوا الـ نفس الارتفاع النهائي يعني الـ H final للـ A سيساوي الـ H final للـ B يساوي الصفر يبقى الـ U final للـ A ستساوي الـ U final للـ B تساوي الصفر ودي المعادلة الثالثة يبقى دي المعادلة رقم 2 لاحظ كده معي طاقات الحركة الابتدائية هي نفسها طاقات الحركة النهائية هي نفسها طاقات الوضع الابتدائية هي نفسها يبقى إذا مباشرة حقدر أقول للنطاقات الحركة النهائية هي نفسها طاقات الحركة النهائية هي نفسها يبقى إيه؟ يبقى الـ V final للـ A ستكون هي نفسها الـ V final للـ B يبقى السرعتين هيكونوا مالهم نفسهم نعيد تاني الجسمين دول لهم نفس طاقة الوضع الابتدائية لهم نفس طاقة الحركة الابتدائية لهم نفس طاقة الوضع النهائية يبقى أكيد لهم نفس طاقة الحركة النهائية طيب طالما أن لهم نفس طاقة الحركة النهائية يبقى حيكون ليهم نفس السرعة انهائي هذا الطلب الأول طيب الطلب الثاني which one will get the end first طيب هما ليهم نفس السرعة ونفس الارتفاع احنا خدنا قبل كده العلاقات بتاعة البسافة وعلاقات الحركة قلنا ان الفيف باكرين نموذ السؤال اللي هو 6.12 برضو اللي هو الكرة اللي تم يلقاها الى اعلى اللي طلعنا منها علاقة لحساب السرعة الارتفاع قلنا الارتفاع بتساوي ال V final تربيع على 2G طب انا ممكن نوجد علاقة للزمن برضو هاجد ان الزمن متساوي يبقى في الحالة دي ايضا الزمن هيكون متساوي سرعات متساوي ارتفاعات متساوية يبقى الزمن هيكون متساوي يعني ايه زمن متساوي يعني T بتاعت ال A هتساوي T ال B يعني كلاهما سيصل في نفس اللحظة ننتقل الى الاسئلة الخاصة بالجزء التالت الجزء التالت اللي هو الجزء الورقي الجزء الورقي سيكون في عندي اربع اسئلة الاربع اسئلة هنا هيكونوا يجب حلهم حسابيا ونخلي بانا ان الاسئلة الكتابية التي يتم حلها لها خطوات اولا لازم نكتب القانون لازم نعوض ولما تعوض طراعي التغييرات بتاعت البرفكس بتاعت البادئات بعدين نوجد الناتج النهائي وبعدين لازم نضع وحدة الناتج النهائي لما بتيكون المسألة فيها اكثر من خطوة ما نعملش عملية تقريب الا في الناتج النهائي فقط لا غير يعني لو انا في عندي عدة حسابات معتمدة على بعض ما نقربش في كل خطوة لانا حتلاقي الناتج النهائي مختلف تمام في البداية كده او قبل ما ننتقل الى الاسئلة دي خلينا نشوف لو في اي حد عنده اي سؤال في حد عنده اسئلة استاذ معنش بعد ابنك لو ترجع لسؤال 6.17 ليه حضرتك عملت وي النشل وي نوت زائد دي اللي هنا ايوة صح طيب هو هنا عندي انا السهم في نوم ادي السهم دائما احنا مبني نتكلم بنتكلم عن نقطة بداية السهم اللي هي رأس السهم رأس السهم ترتفع عن الارض عشان طاقت الوضع مسافة كده مسافة ارتفاع البو اللي هي الواي دوت ومسافة ارتفاع السهم طول السهم نفسه اللي هي الفرغ ما بالله الاتنين اللي هي الدي ولذلك انا خدتها مي جي في الواي اي دوت زائد دي يعني هي ارتفاع القوس عن الارض زائد طول السهم نفسه تمام يا استاذ واضح طيب عندي عمر محمد حسن استاذ ممكن ترسل الملف المحلول هو نفسه اللي بتحل عليه بعد ما الله يهديك يا عمر احنا خلصنا يا بابا عشان نبعت الملف او ما نبعته انا استاذ يعني بس نخلص طيب لما نخلص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اميرة استاذ بس بس ممكن ترجع لسؤال ستة بوينت فورتي وان فورتي وان فين ده اميرة اه هو ما له استاذ بس بس السؤال هو البي فاينل دائما دائما صفر في يكون اقصى الارتفاع ايوه بالضبط دي قاعدة في حالة الحركة الرأسية عند اقصى ارتفاع السرعة الخاصة بالجسم تكون صفر وزيء انا ليش ما حسبت البي فاينل يعني ليش ما حسبت البي فاينل بعد ما نزلت الكرة لا هو قال لي كده ابول ثروين اب از اير ريتشز اهايت فايف بيقول لي هي وصلت لارتفاع خمسة كلمة معنى ريتشينج هايت خمسة يبقى ده اقصى ارتفاع يبقى ده اكبر ارتفاع طالما اكبر ارتفاع يبقى السرعة عنده وصل كام الصفر وضحت هيك ايو استاذ بس استاذ بعد سي ثاني تفضل حين وانت تخرح يطلع لي هالصوت اللي بني حطتني بريزنتر يطلع لي هالصوت يعني اقبل الناس اللي بيدخلون اذا هو مين مين خلاك بريزنتر انت ايه اظن طيب تمام ايو لو في حد بيجي يدخل معنا يقبلي اوكي استاذ مماشي طيب بس استاذ في كم واحد استاذ بيدخل وبيطلع على طول هو حر هو حر احنا ابني بنجد ها انه قعد بيخرب علينا لا هو بيتكلم هل بيعمل ايش لا يستاذ بس انه كل شوي بيطلع صوت انه واحد داخل واحد طول استاذ معلش ما هي دي ضريبة الخير يا يزي ها نشوف سؤال رقم 17 ربنا يجعله في ميزاننا جميعا سؤال رقم 17 بيقول كالكولي الستيك بوتينشي الانيرجي اوفا بلوك spring system يعني حساب طاقة الوضع المرونية للأجسام اللي هي السبرينج جسم السبرينج في هذه الحالة انا عندي قانون بيقول لي اني طاقة الوضع الخاصة بالسبرينج بتساوي نص KXA تربي طيب قداني سؤال 6.9 عليها تطبيق مباشر بيقول لي a spring has a spring constant of 80 يبقى K بـ 80 how much potential energy does it store when stretched by 1 سنتيمتر عايزك تحسي الطاقة المخزونة لما يعمل ازاحة او نقول اطالة بمقدار 1 سنتيمتر يبقى نخلي بقى ندائما زي ما قلنا من الوحدات يبقى تطبيق مباشر عندي على طول US ستساوي القانون زي ما قلنا بنعوض بدون اشارة يبقى 0.5 KX تربي يبقى نص K من 80 stretch 1 سنتيمتر يبقى 1.0 multiply 10 power minus 2 squared لما تيجي تعود بالآل الحاس بعد بص تلاقي انها تطلع 4 0 multiply 10 power minus 3 جول ده التطبيق اللي على هذا السؤال نيجي للسؤال اللي بعد سؤال اللي بعد وبيقول solve solve problems related to collisions and implants حل مسائل بالنسبة للتصادمات وبالنسبة لل impulse اللي هو الدفع الامبلس اللي هو الدفع الامبلس equal to the change in momentum يبقى هنقول impulse equal to change of momentum يبقى الامبلس في نفس الوقت احنا وجدتنا لعلاقتان الامبلس اللي هي علاقة حاصل ضرب القوة في الزمن يبقى انا نقول ان الامبلس تساوي change of potential of momentum or it's equal to the force multiplied time قداني في السؤال example 6.3 7.3 لكن بصراحة 7.3 هو مثال لا يمكن حلو الا باستخدام مصطر ازاي هو قداني حالة قال لي the figure shows sets of possible momentum victor before and after collision with no external force which set could actually occur مين في الحالات دي تكون صحيحة اذا جينا طبقنا على هذا السؤال هنلاقي ان عندي المفروض ان انا اجيس البي وان والبي تو واشوف محصلتهم طالما انا اجيسهم يبقى بافترض ان المسأل اللي لليمين موجب واللي اليسار سالب واشوف محصلت الاتنين التانيين اذا تساوت المحصلات تبقى الاجابة صحيحة فطبعا لو انا اجي طبقت في هذا الكلام هاجد ان البي ماشي ان البي هتكون صحيحة البي هي اللي هتكون ايه الصحيحة اللي عندي طيب هذه العملية هل يمكن عملها في الامتحان لا ده في امتحان ورقي انت عايز مصطرة معاك تكون واخدها وتشتغل بها ولذلك انا اللي اتوقع ان السؤال ده هو اللي هيجي لها اللي هو 7.30 مش 7.3 هو ده المطلوب كان هذا السؤال رغم طوله الكبير جدا لكن هو سؤال مباشر بيقول لي السؤال ده عن اللعب يركض له كتلة وله سرعة وفي واحد تاني لاعب تاني بيعترض الطريق بتاعته وبيبدأ يطلب مني الطلبات المختلفة كل سؤال تطبيق مباشر رغم طوله وهذا السؤال ايضا من الاسئلة الكلاسيكية اللي ما اعتقدش ان ما فيش يعني ما تحللتش يصد يبا بيح بيح فكرة دي هي اللي تكون تتي لك على هذا النتج سؤال رقم 19 يبقى هنا أنا عندي العلاقة ما بين الإمبلس والشانج في مومنتم والقوة المؤثرة وده مثال محلول عندي في الكتاب على الحالة الخاصة اللي موجودة عندي اللي هي أني بتنعدم السرعة الخاصة بأحد الجسمين اللي هي علاقة حساب السرعة النهائية باستخدام في حالة انعدام السرعة الابتدائية لأحد الجسمين تطبيق مباشر برضو السؤال بتاعه ما فوش يعني ايه ما فيش فيها فكرة ومحلول موجود معنا ننتقل إلى السؤال الأخير العلاقة ما بين الشغل والأفريج باور الأفريج باور هي عبارة عن القيمة الكلية اللي موجودة عندي يعني ايه قيمة كلية يعني قيمة اللي أنا بأجيبها من الشغل الكلي على الزمن الكلي ده المقصود بالأفريج باور الشغل الكاملا أو التوت النت وير اوفر زا تايم انترفل ده الأفريج باور منساش هنا نقطة نتكلم عن العلاقة ما بين الكيلو وات اور وديما ننساش ان هي وحدة طاقة وليست وحدة شغل قداني السؤال على هذا النقطة اللي هو المثال اللي هو سؤال 5.72 بيقول لي ايه 65 كيلو جرام هكر climbs to the second base camp on نانجا بارات منطقة فيها ارتفاحة 3900 متر هو كتلة 65 هو بدأ الحركة بسرعة مانشي لا ده مش ارتفاحة سوريا سوريا هذا الشخص بيتحرك مسافة عندي 3900 هو هيبدأ من مسافة 2200 متر من المعسكر ده عمل المسافة ديه في خمس ساعة اول شيء عايزك تحسب الشغل المبزول ضد الجاذبية لما بدأ يتحرك في هذه الحالة هو هياخذ هذه المسافة ضد الجاذبية عايز الشغل اللي عادي طيب في هذه الحالة الشغلة هيساوي ايه بساطة شديدة حنقول لي ان الشغل هيساوي طبعا الام جي في الاتش طيب الاتش هنا هو الفرق ما بين اللي ارتفاع نهايه والنبتداء يبقى ام في جي اتش فاينال ناقص الاتش انشي يبقى هاي عوض الكتلة عندي خمسة وستين كيلو جرام تسارع الجاذبية تسعة فاصل واحد وتمانين والفرق ما بين الارتفاعين الارتفاع النهائي اللي هو ايه تلات تلاف وتسعمية لان هو بدأ من الفرست بيز اللي هي على الفين ومتين يبقى ماجس الفين ومتين يبقى الفرق في الارتفاع هو التلات تلاف وتسعمية ناقص الفين ومتين لما نيجي نحسابها كده هتطلع معايا الشغل يساوي مية لا ده اللهم اصدى سيدنا محمد واحد مليون واربعة وتمانين الف وخمسة جول الطلب التاني the average power عايز the average power طيب the average power نجيبه من ثانين من خلال علاقة الشغل مع الزمن يبقى هنقوله الشغل على الزمن لكن ألاحظ حايا الشغل اللي بد يكون بالجول هو احنا حسبناه بالجول يبقى هنعوض بيه مباشرة الزمن لابد يكون بالثانية وهو الزمن هنا دهون يجليه خمسة ساعة يبقى هنحضرها بالخمسة دي عشان نحولها من ساعة الى ثانية يبقى بنضرب في 3600 اللي هي ضرب 60 ضرب 60 يبقى هتطلع معايا 60.22 الطلب التالت وقال لي the rate طبعا الوحدة what the rate of energy input requires assume that the energy conversion officially of the human body is 15 يعني أنا عندي النسبة بتاعة الإنسان هي 15% نسبة الكفاءة بتاعت طيب هو عايز ايه عايز نسبة الطاقة الداخلة المطلوبة القانون بيقول لي وهذا الجزء ما اعتقدش انه يمكن يجيلك في الابدح ليه لان هذا القانون خارج مجال دراستك لكن احنا هنكتبه هنقول ال efficiency بتساب ال e out مقدار الطاقة الخارجة على ال e ال in طيب من الطاقة الخارجة دي اللي هي عبارة عن الشغل المبزوض هو الداني النسبة دي يبقى أنا هي يعوض وقال لي ان النسبة 15% 15% يعني 15 على 100 حد ساب قيمة الشغل القاوت اللي احنا حسبنا اللي هو مليون و اربعة وتمانين الف و و خمسة على ال en ساب نقدر نحسب الطاقة ال en بال solve عادي جدا هتسطلع معنا سبعة مليون و 226 ألف ألف و 700 جول طبعا قيمة كبيرة جدا وزي وزي ما قلتلك الطلب سيدة ما اعتقدش انه هو يجي لك في الانتحال لان ده بيتطلب القانون اللي هو قانون بنسميه الكفاءة اللي هو مقدار الكفاءة بيساوي الطاقة الخارجي على الطاقة الدخلة القانون ده انتو أخذته في الصف العاشر بس مش على الانيرجي العادية خذته على اللهم سيدنا محمد كفاءة المحولات الترانسفورمر أخذته في صف تاسع في الثيرم الانيرجي ولكن في الجزء بتاعه كان محزوف يعني انتو لم تدرسوه من قبل بالنسبة للميكانيكا الانيرجي وبالتالي ما اعتقدش ان الطلب سيدة يجي في امتحال لكن احنا هلنا للمعرفة بكده احنا خلصنا الاسئلة اللي بتغطيها الهيكل فلو في اي اسئلة في الجزء اللي احنا اخذناها الان في حد عنده اي سؤال تمام هنوقف في التسجيل اشتركوا في القناة